ورجعنا لكم مرة تانية ولسه بنكمل معاكو حصاد 2022 ونضمننا في الستوديو الناقد الرياضي علي البحيري علشان نفسر كل المواضيع اللي اتكلمنا فيها ثم نورتنا اهلا بك علي اهلا بحضرتك اهلا بكل مشاهدك وعلى تاني دي كل سنة وانت طيب عضيك طيب سنة سعيدة عليك يا رب سعيدة علينا كلنا الله مأمين بتشوف ازاي تنظيم مصر لعدد من البطولات في 2022 يمكن طبعا مصر يعني في عام 22 سطفت بطولات كتيرة جدا في مختلف العلعب الرياضية طبعا في السلة وفي اليد وفي السكواش وفي الجنباز والخماس الحديث والسلاح يمكن بطولات دولية كبيرة جدا مش بس بطولات محلية بطولات كرية كمان بطولات دولية وعالمية انا بشوف ان ده مهم جدا للبلد سواء من الجانب السياحة والساسماريو كمان من الجانب الرياضي الجانب الحتاجة الدولي مع لعابتنا يعني في كل الرياضات يعني فطبعا ده حاجة كويسة جدا حصل ده كمان في 2021 بطولات كتيرة جدا في 2022 22 كان مننا بطولات كتيرة جدا وده حاجة كويسة جدا لمصر وكمان لأبطال مصر في كل الرياضات فانا شايفة كان حاجة كويسة جدا في العام ده يعني بتشوف بقى ازاي تتويج رياضيين في محافل دولية احنا شوفنا في كل الألعاب تقريبا وطبعا محمد صلاح في الكورة كلمني عن ده أهمية تتويج الرياضيين في السنة دي في محافل دولية كتير جدا يمكن عام 22 جي بعد أولمبياد توكيو في 2021 فطبعا كنا عايزين نستكمل إنجازات مصر في كل الرياضات يمكن السنة دي كان أكبر حدث في 2020 بالنسبة للمصر كان دورة عب بحر المتوسط في الجزائر دورة عب بحر المتوسط يعتبر بعد الأولمبياد على طول أو هي المنافسة الأكبر اللي فيها دول عالمية ودول أفريقية وعربية وكل حاجة يعني وأسيوية فأنا شايف إن مصر حققت فيها إنجازات كويسة مش بس من عدد الميدليات مصر يمكن حققت 51 ميدليا سواء 13 زهبية أو 15 فضية أو حتى 23 برونزية لكن مش ده بس اللي أتكلم عليه اللي أنا عايز أتكلم عليه إن مصر حققت إنجازات لأوا مرة بتحصل ميدليات لأوا مرة بتحقق في علعاب مصر ما حققتش فيها حاجات يمكن كان فيه دهبية في السلاح لأول مرة كان فيه في الريشة الطائرة كان أول مرة برضو ميدليا يمكن في الملاكمة النسائية أول مرة في تاريخ مصر في الملاكمة النسائية جيب ميدليا في بحر المتوسط يمكن منتخب كورت الياد المشرف طبعا عالميا في كل المحافل يمكن خسر للأسف في النهائي خطفة ضيت دارة البحر المتوسط خسر قدام أسبانيا لكن هو منتخب مشرف يمكن خد في نفس السنة السنة دي برضو خد طولة أمم الأفريقية المراتمنا في تاريخه هنا وقيمة فصلة حسن مصطفى وتقاه وطبعا نلعب طولة العالم إن شاء الله في شهر يناير الجاي في بولندا والسويد فأنا شايف أن مصر حققت إنجازات كبيرة جدا في 2022 على مستوى العلعب الأخرى ده اللي ممكن أقدر أقوله يعني طيب شايف زيبا مشاركة أبطال مصر في باريس 20-24 يمكن في باريس 24 الحلم بيكبر الطموح بيزيد لأن مصر اللي عملته في توكيو كان ست مادليات يمكن الدكتور عشب صبح وزير الشايب الرياضة أو مهندشان محطب رئيس اللجنة الأولمبياد المصرية اتكلموا إن اللي حصل في توكيو إحنا هنكمل عليه في باريس وإن إحنا هنزود كمان العدد يمكن بيتوقعوا إن يكون في عشر مادليات على الأقل في أولمبياد باريس 20-24 وأنا شايف إن ده رقم منطقي بالنسبة للإنجازات اللي بتحصلت دلوقتي أو حصلت في أولمبياد توكيو فأعتقد إن في باريس لازم يكون العدد أكبر ولازم نشوف إنجازات أكبر في أبطالنا لأن إحنا كمان إن شاء الله بنحتك دوليا في كل الرياضات وبنسافر برا مش بس في لعبة أو اتنين لعبة في حوالي 21 لعبة فأنا شايف إن إحنا عندنا إنجازات نقدر نبني بها على باريس وإن شاء الله باريس يبقى الإنجاز الأكبر إن شاء الله نروح بقى للنادي الأهلي خلينا نبتدي الأول من الألعاب الأخرى 20-22 شايف السنة دي في الرياضات الأخرى وكانت عاملة زي للنادي الأهلي يمكن الرابح الأكبر في النادي الأهلي في 22-22 كان كورت السلة يمكن كورت السلة أجوستي بوش طبعا مدير فن الأسباني العبكاري أنا بصفه بالعبكاري هو ساحر لأنه لما دخل مصر من سنتين لما دخل ميسيك نادي الزمالك حق مع عبطة الدوري وأفريقيا بعد كده انتقل للنادي الأهلي هو خد خمس بطولات محققة من خمس بطولات ممكنة خد الدوري وخد السوبر خد كاس مصر ودوري مرتبط خد خمس بطولات محققة في الموسم كان موسم تاريخي لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي بياخد خمسة من خمسة في كورت السلة وهو كمان مطور ونقول إنهما ما كانوش خمسة سهليين كانتشو بطولات سهلة جات لك على طبق من دهب لا طبعا يمكن بطولة عربية لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي بياخد بطولة عربية كانت في الكويت كانت حاجة كبيرة جدا يمكن أنك تاخد بطولة سوريا كانت في مصر الأولانية نادي الأهلي لما ياخد بطولة عربية مع مدرب لسه جاي وفي نفس الوقت بيطور من لعيبة وكمان بيصعد لعيبة شباب وبيظهر كمان كورت السلة بشكل كويس مش بس الأهلي كمان كورت السلة المصرية وبتنافس مع فرقة زي الاتحاد السكنداروي زي سبورتينج والجزيرة والزمالك فأنا شايف إن كورت السلة هي الرابح الأكبر وكمان عندنا أمل إن شاء الله في الموسم ده نحن نحاق بطولات أكتر كمان عندنا كمان طولة دارة أبطال أفريكيا البال طبعا دي بطولة مهمة جدا نادي الأهلي طبعا عينه على اللقب وهيدعم صفوفه طبعا في الفترة الجاية عشان ياخد اللقب شايف أن احنا قادرين أو إلي ممكن نعمله علشان ياخده بطولة؟ طبعا اللعيبة اللي موجودة كويسة جدا مدير الفني مستقر والدنيا ماشية تمام كويس والإدارة بتدعم لكن طبعا أكيد فيه صفاقات يمكن في البال اللعيبة الأهلي طبعا بيدعم كذا لعيب أجنبي سواء أفارقة أو أجانب فأنا شايف أن الأهلي أكيد هيدعم وعينه أنه يدعمه أكيد مخلص لعيبة يعني في الموضوع ده فأنا شايف أن إن شاء الله فرصتنا كبيرة لأن الأهلي في كورة السلة معهم درب أبكري معه لعيبة وجاز فني على الأعلى مستوى اللي اتحقق الموسم اللي فات ما كانش صدفة كان فعلا تخطيط وكان فعلا تركيز وكان فيه إصرار فأنا شايف أن كورة السلة في النادي الأهلي هي الرابح الأكبر هذه الموسمة بالضبط النادي الأهلي برضو بيشتغل على إبرام صفقات كتير في كل الألعاب شايف ده قد إليه؟ مهم جدا لأن أنا شايف أن النادي الأهلي السنة دي في 2022 أبرم العديد من الصفقات مش بس في فرق الرجال لا فرق النساء كمان أنا شايف الأهلي في الطيرة أو في السلة أو في اليد جايب لكل حتى في الجنباز في ناس عمل تشيك برضو جايين يمسكوا منتخب أو النادي الأهلي في الجنباز في فرق الجنباز فلا فالنادي الأهلي بيطور في كل الألعاب يمكن كمان لو عايزين نتكلم على إنجازات الأهلي كمان في الألعاب الأخرى مش بس عشان احنا قلنا كورة السلة بس لأ ممكن نتكلم إن كورة الطيرة هو للأسف كان موسم محلي ما كانتش قوي ممكن خسر الدوري والكاس لكن قدر يعوض بطوط أفراقيا النادي الأهلي هو أكتر فريق حق بطوط أفراقيا في كورة الطيرة سواء رجال أو سيدات وأكتر نادي في العالم كورة الطيرة فدي حاجة إنجاز كبير جدا ممكن الأهلي عوض الخسر المحلية وخد أفراقيا في السيدات كسبنا الدوري والكاس وخسرنا أفراقيا لكن كان موسم كويس في اليد الأهلي كسب السوبر الأفريكي يتأهل لكاس عامل أندية كان في السعودية قدر يتأهل نصف النهاية كأول فريق عربي ومصري من فترة كبيرة جدا خد المركز الرابع بس فريق كورة اليد قادمة بكوة واتعاقد مع موديل الفن السابق من منتخب مصر لأسباني ديفيد ديفيز فأنا شايف أنه برضو ماشيين كويس اللي عايز أتكلم عليه تنس طولة هنجودة طبعا يعني ما قدرش أسكت عن حاجة زي هنجودة موهبة وموهبة فزة وعظيمة ومواجزة فعلا في تنس طولة البنت دي لازم مصر تهتمي بها لازم النادي الأهلي يفضل إدعمها لأن البنت دي مستقبل مصر في أولمبياد نحن ناخد مدالية في تنس طولة الأول مرة في تاريخنا وهي قادمة بكوة وهي فعلا بتأدي في كل بطولات مع ناس تفوقها في العمر بعشرين وتلاتين سنة فأنا شايف أنه أنا جودة السنية دي حققت بطولات كتيرة جدا وكمان شاركت في أولمبياد يعني في أولمبياد توقيت زهفة سفرت مع البياسة ما شاركتش بس كانت موجودة وهي بتعمل إنجازات كتيرة جدا وهي موهبة أنا يعني بقول ربنا يحميها وإن شاء الله تقدر تشرف مصر والنادي الأهلي وتجيب مدالية أولمبيا قريب إن شاء الله لهو نتكلم كمان عن السكواش عندنا مصطفى عسل طبعا نجمي النادي الأهلي المسمى طبعا بالتايجر هو فعلا تايجر لأنه هو السنة دي حققت بطولات كتيرة جدا يمكن إمباريح تلقى التصنيف الدولي للمحترفين للسكواش هو وصل إلى المركز الثاني عالميا وكتب على صفحيته أنه هو إن شاء الله هيفرح جامير النادي الأهلي إن هو إن شاء الله يبقى المركز الأول عالميا وأنا وصل فيه مصطفى عسل أنا أحب حاجة في مصطفى إن هو تحسه غير إن هو ألعاب سكواش في نازل أهلي هو تحسه من الجمهور أيوة يعني تفهم اللي هو عايز يفرحهم أهلويته كده واضحة مصطفى عسل صديق شخص لي هو أهلوي جدا مشجع درجة ألتا في نفس الوقت هو مش لعب سكواش عادي هو دايما بيبقى فيه انتقادات لي لأنه بيعمل احتفالات وحاجة مؤمن زكريا والاحتفالات اللي بيعمل هذه لكن هو مشجع درجة أهلوي حتى النخاع وكمان عقليته المنتالي بتاعته غير أي لعب سكواش في مصر أنا بشوف كده وعشان كده هو وصل السنة دي لسه واخد بطولة هونج كونج لسكواش دولية لسه واخد بطولة العالم للجماعات دخلت النادي الأهلي على اسمه مصطفى عسل فأنا شايف إن مصطفى عسل وكمان مبارح بقى التاني عالميا فأنا شايف إن مصطفى عسل كمان هيقدر يقدم الفترة الجاية ويبقى الأول على مين وأنا قصك في هذا البطل ويأمننا من الجيل اللي فات لأن إحنا كنا في فترة كده خايفين شوية مصر متصدرة في السكواش فكنا خايفين هو الجيل الجديد هيقدر يكمل ولا مش هيكمل فالذي زي مصطفى عسل بيطمنك إنه لا أنت هتفضل متصدر في السكواش لا أكيد طبعا مصطفى عسل ومش عايز أقول بس مصطفى عسل يقدروا يعملوا حاجاته جواما في السيدات طبعا طبعا نور الشربيني نوران جوهر حانيا الحمامي الصعيدة بقوة في أكتر من اللعيبة طبعا يقدروا يحقق إنجازات فلكن على النادي الأهلي مصطفى عسل طبعا هو يعني الرابح الأكبر في السكواش والسنادي كان موسم مميز بالنسبة له وختمه إنه مركز التاني عالميا إن شاء الله سنة جاء نشوفه الأول عالميا إن شاء الله يمكن بتقول من ثلاثة بتاعت مصطفى عسل مختلفة زي هنجو يعني بيبقى عندهم إيه مختلف يخليهم يخليهم فعلا إنت دلوقتي يمتكلم عليه تقول أنا عارفة إنه هو إحنا عارفين إنه هو إن مصطفى هيعمل وهيحقق مختلفين في الفكر إزاي مصطفى عسل عنده هدف يعني هو لاعب يخطط لنفسه هو أولا عنده فريق عمل عنده دكتور تاكزي وعنده دكتور نفسي وعنده دكتور ريبي وعنده طبعا مدير أعمال فهو مصطفى عسل مش شغال بالصدفة مصطفى عسل عنده سبونسرز وعنده نادي الأهلي بيدعمه وهو العيب كبير في نفس الوقت هو بيفكر من ثالث بتاعته اللي هو أنا هكسب أنا خسرت النهاردة أنا عاقب نفسي أنزلت مرة أكتر عشان بكرة هكسب هو فعلا خسر السنة دي مثلا بطولة بعدها عوضة السنة دي هو بيختم الموسم أحلى ما يمكن إنه مركز تاني عالميا واخد طولة هون كونج الدولية أقول لها كان واخد بطولة فلا يعني مصطفى عسل بيتطور وهو لسه صغير طبعا وشاب لكن أنا شايفه أنه هو مستقبل مصر في السكواش من الفترة الجاية زي ما سبقه طبعا نجوم كبار في اللعبة في مصر إزاي با يا علي نخلي مش بس في السكواش إزاي نخلي المنتاليتي دي موجودة عند اللعبة بتوعنا سواء كاتكورة أو تنس المنتاليتي مصطفى عسل لو هناخدها كمثال أنا شايف في نادي الأهلي المنتاليتي دي موجودة بتتزارع في اللعبة منهم صغيرين في أي لعبة في كورت القدم في كورت السل في كورت الطيرة ناد الأهلي ورقم واحد ناد الأهلي ما بيخسرش ناد الأهلي بيخسر بطولة بيعوضها بعشرة فأنا شايف المنتاليتي دي موجودة في نادي الأهلي ومزروعة مش اقول بس الناد الأهلي في أندية كتير بس يعني ناد الأهلي هو طبعا الأكبر في مصر وأنا شايفه هو الناد اللي دايما عنده دافع وعنده هدف ودائماً بيحقق البطولات دائماً تاريخه بيتكلم عنه والعالم كله بيتكلم عن إنجازاته أهلي هي شرف كاس عالم لأن ديها الوقتي في كورة القدم في المغرب فأكيد أكيد النادي الأهلي المنتالة دي مزروعة في اللعيبة من هم صغرين مدربين بيعلمونه النادي الأهلي رقم واحد لازم يكسب لازم دائماً يشرف بس مش بس يشرف النادي الأهلي يشرف مصر ويرفع اسمه مصر دائماً عليه في كل المحافل الدولية فأنا شايف أن المنتالة دي موجودة لكن طبعاً في اللعيبة تبقى هي مولودة بالموهبة وكمان عندها العقلية السليمة زي هانا مودة محمد صلاح طبعاً ده محمد صلاح محمد صلاح يعني أعتقد أنه هو الدائم الأول لنفسه محمد صلاح ليه ولغيره عمل نفسه بنفسه محمد صلاح عمل نفسه بنفسه ومر بصعبات في التاريخه جداً يعني بيقولوا ده هو أمير محمد صلاح مثلاً ملعبش في نادي يعني ما كانش عنده الدعم اللي مثلاً أي حد بيلاقيه ونات الأهلي فهم أظن بعد محمد صلاح ما بدأش في عصر السوشيال ميديا قوي زي ناس موجودة الوقت لكن محمد صلاح كان بيسافر من بلد لبلد وبيباد في حتة عشان يقدر يتمرن وأهله بيسافروا معاه وكان طبعاً يعني كترحلة عظيمة لنجمة بقى عظيم نجمة بقى أسطورة هدى في الدور الإنجليزي أكتر من ثلاث مواسم كسر كل الأرقام القياسية بيظهر في حفلة البالندور وفي فازاباست ومكسر كل أرقام ودايماً أي حد فينا بيسافر أي دولة أوروبية بتقال أنت مصر أنت حمد صلاح فأكيد هو فخر لكل العرب أكيد أتمنى أنه يحقق كمان إنجاز كبير مع منتخب مصر عشان كمان يسجل اسمه في حروف المنتخب المصري لكن هو كان نجمة ونجمة علامية ونجمة تاريخه وأسطوري حقق كتير اللي بلده بتشرفها في الدول الأوروبية حقق مسيرة تاريخية مع ليفر بول ويقدر كمان يحقق المزيد وتمنى له كل التوفيق في الموسم الجديد خلينا نتكلم معاك عن دور مجلس إدارة الأهلي في دعم كل الألعاب يمكن كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي كابتن مخلد مرتاجي وستوز عمي فاروق كل المجلس يعني بصراحة دعمين الألعاب الأخرى في النادي الأهلي بشكل قوي جدا ظهر ده في الموسم ده بالزيد الموسم ده الأهلي عمل تغيرات كتير جدا في النادي الأهلي لأول مرة من فترة الأهلي غاير مديرين فنيين في الفترة دي وجاب لعيب أجانب في كل اللعبات تقريبا أو أغلب اللعبات طبعا كل ده بتخطيط وكمان بمساعدة وجهد مبزول من كابتن خالد العودي مدير نشاط الرياضي لأن كابتن خالد العودي اللي قدر أقوله عليه أنه ما بينامش هو حرفيا قدر يكمل كل الحدث النقصة في النادي الأهلي في كل الألعاب وقدر يجيب كل الصفقات يمكن سافر هولندا عشان يجيب العيب من بورتريكو في الطائرة ده حاجة نحاجة بيعمل حاجات دي بس هو قدر يعمل ده هو طبعا أهلاوي وطبعا مشجع درجة ثالثة وراجل مسؤول أهلاوي وكان نجمع أهلاوي في كورت اليد فأكيد نادي الأهلي بيدعم المجلس دارة بيدعم وأتمنى أن السنة دي نشوف إنجازات أحسن من السنة الفاتحة مش بس في كورت السلة في كل الألعاب بقى في اليد وفي الطائرة وفي كل الألعاب طبعا وفي السكواش وفي تنس الطاولة أكتر فنادي الأهلي بيدعم لا بيدعم لعيبته طبعا الحاجة كلها متوفرة لمستحاقات موجودة المديرين الفنيين سواء الأجانب أو اللعبة الأجانب واخدين مستحاقاتهم على طول مكافئات موجودة في دعم دائما المجلس دارة بيظهر في المشاطة الكبيرة أو حتى المشاطة الصغيرة سواء في صالة صغيرة أو في صالة كبيرة بره القهيرة أو جوه القهيرة أو بره القهيرة فأعتقد لا فيه دعم كبير جدا فأتمنى أن الدعم ده يترتب عليه بقى أن اللعبة تبزل أكثر جهد وتحقق إنجازات تعوض بيها الحاجات اللي ما حقناش في السنة اللي فاته إيه الألعاب اللي أنت شايف أنها فعلا محتاجة دعم زيادة لسه محتاجة ما أخذتش حقها أول أنا شايف أن أمكن الأهلي في الكورت الطائرة محتاج يدعم شوية السنة دي يمكن بعد ما قسر الدوري والكاس السنة فات في الرجال يقدر يدعم السنة دي شوية عشان يعني يعمل إنجازات أكبر لكن الموسم بدأ وطبعا في فترة انتقالات خلصت ولسه عندك الفترة الجاية يعني لكن الأهلي يمشي بشكل كويس يمكن ماشي كويس في الدوري لسه البطولات محقا ما فيش أي بطولات انتهت في الكورة الطائرة مثلا بس لسه في دوري شغاله كاس مصر وفي بطولة أفريكا طبعا موجودة إن شاء الله الأهلي الصديف كمان بطولة أفريكا لليد رجال وسيدات وبطولة السوبر الأفريكي للكورة الياد وده برضو لما نتكلم إن مصر بتصديف فمنقول مصر بتصديف وبرضو النادي الأهلي طبعا جزء من مصر وموظومة مؤسسة رياضية كبيرة النادي الأهلي صديف في السنة دي في الصلاة بتاعته بطولة أفريكا الياد اللي هي للأندية الرجال وسيدات وهي صديف السوبر الأفريكي المؤهل لكاس عام للأندية دي برضو حاجة كبيرة جدا فأنا شايف إن الدنيا ماشي كويسة لحد دلوقتي يمكن فيه بتحصل هزات في بعض الفرق الرياضية في النادي الأهلي لكن نقدر نعوض ولازم بأهدافنا دائما إننا نأخذ البطولات ونعمل موسم أحسن من الموسم اللي قبل علي اللي أنت بتقوله دا وإستضافة النادي الأهلي للبطولات خليها نوضح للناس إنه الإستضافة دا مش بس عشان يبقى إحنا بنتشرف بالإستضافة دي لا دا في حاجة اسمها الاقتصاد الرياضي والاستثمار الرياضي والنادي الأهلي في السنين اللي فاتت يعني بنكلم عن فرع التجمع الاستثمار الرياضي للأهلي بيعمله وإنت بتشوف بقى دا أهميته زين الأندية زين نادي الأهلي يعمله استثمار الرياضي أكتر في مصر أكيد الاستثمار الرياضي مهم جدا يمكن الأهلي فعلا بيعلن عن فرع التجمع الخامس وفرع العالمين فبيتوسع بيتوسع دا لأنه تاريخه كبير عضاءه كتير لأن جمهيره كتير لأن شعبيته زادت أكتر من الأول لأنه كمان العوائد المادية اللي شايفين يعني ميزانية تاريخية للنادي الأهلي عقد رعاية تاريخية ما حصلش قبل كده الأكبر أه طبعا الأكبر طبعا فأنا شايف دا دي خطوة كويسة والاستثمار الرياضي هو اللي جاي هو الرياضة مش بقيتش رياضة بقيت رياضة وصناعة ومور مالية وعقود رعاية كل دا موجود لازم يكون موجود فأنا شايف النادي الأهلي بتوسع سواء بقى في الفرع الجديد أو الفرع كمان مثل العالمين أو الحاجة هو اللي احنا شايفين هو الشاشة دا لقطات من فرع التجمع آه يعني حاجة إن شاء الله تكون مبهرة ويكون لما يتم افتتاحه بشكل رسمي نشوف حاجة كويسة جدا وكمان فرع العالمين إن شاء الله اللي هيتم يفتتاحه برضو حاجات كويسة جدا والتوسع دا حاجة مهمة عندك أكتر من فرع زي الأندية الكبيرة طبعا دي حاجة كويسة جدا يعني أنا شايف دا حاجة كويسة ودي خطوة اقتصادية كويسة جدا لأني مش بس بنشتغل على الجانب الرياضي بنشتغل على الجانب الاجتماع والجانب الاستثماري ملاعب ملاعب البادل الجديدة اللي كمان عملت في ملاعب الجزيرة وملاعب دي في مدينة دا 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 فرع مدينة ناصر تقريبا أعتقد دا فرع التجمع دا فرع التجمع دا كل فرع التجمع عارف يا علي في ناس من كتر حبها طبعا في النادي الأهلي يحبها إن هي عايزة كورة وكورة رقم واحد وهكذا يقولك إيه لا أنت أشتري لعيبة ما تعملش فرع جديد أنا عايزك تقول أهمية دا إنه دا مهم إن أنا أشتري لعيبة وأنا بعمل دا قرار دي بس أهمية إن أنا أعمل فروق جديدة للنادي أنا مش بعملها منظرة هو النادي الأهلي مش نادي كورة قدم هو النادي الأهلي نادي رياضي ونادي اجتماعي وفي القص طبعا يعني لأعضاء بالملايين طبعا في كل مكان إنك بتعمل لهم فروق وبتعمل لهم خدمات مميزة اجتماعية وكمان الفروق جديدة دي ما برضو بتضيفت الأبطال في أماكن معاناة زي التجمع الناس الأهلوية اللي في التجمع يدروا يروحوا النادي يلعبوا في كل ألعاب يتمرنوا يخوشوا في العشرة المختلفة اللي هناك فده برضو ما ده برضو جانب رياضي يعني جانب رياضي وجانب اجتماعي فالتوسط هو دا حاجة كويسة جدا وإن شاء الله ربنا مفع يعني النادي الأهلي في السنة الجديدة عايزين نكمل معاك حصاد 2022 وتقول لنا منتخب مصر كورت القدم منتخب مصر كورت القدم يمكن السنة الفتكة الأسوأ الأسوأ في كل حاجة يمكن نتائج وأزمات وحاجات ما كنش نتمناها يمكن فقدنا كاس أومر أفريقية من السنغال والأسف كانت لعنة السنغال تاني في كاس العالم مصعدناش كاس العالم يمكن شوفنا كاس عالم في قطر كان كاس عالم أو نسخة تاريخية كان الناس كلها بتتكلم عن منتخب المغرب واللحقة وكلنا كنا منشجع المغرب كلنا نكون نشجع السعودية لما كسبة الأرجنتين كاس عالم كم مميز جدا في دولة عربية زي كاتر عمل التنظيم التاريخي كنا نتمنى منتخب مصر يكون متواجد لكن منتخب مصر مر بسنة مش كويسة لكن أتمنى أن السنة الجاية أدنا تنظيم شوية مع المدير الفني روي ريو فيتوريا يكون الدنيا أحسن شوية نقدر ناخد كاس أومر أفريقية اللي جاي ونقدر نتأهل كاس عالم اللي جاي في أمريكا وكندا والمكسيك موضوع مش صعب سهو بالتخطيط وبالاجتهاد وأنك تمشي صح هتوصل صحي زي منتخب المغرب فأنا شايف أننا لازم نمشي صح عشان نعوض اللي فاتنا لأننا منتخب مصر ما ينفعش يبقى مصنف رابع عربيا ولا أفريقيا ما ياخدش كاس أومر أفريقية نحن كنا بناخد مع كابتن حسن شحاته ثلاثة أومر أفريقية وراء بعضه وروحنا كاس علم مع كوبر عايز أسألك على ده قبل وقت فقرتنا المدرب المصري والأجنبي ولا ما فيش فارف لا أنا شايفها عادية ممكن مدرب مصري وممكن مدرب وطني ممكن مدرب أجنبي هي الفكرة في التخطيط أنت لو مدرب وطني هيوصلك وانت هتخطط له صح هيحق إنجليز ده كابتن حسن شحاته لو مدرب أجنبي مع كوبر وصلنا كاس علم ممكن نختلف على طريقة اللعب ممكن نختلف على أي حاجة لكن نوصلك كاس علم آه في الأخر كنت روحت وقصرته ورجعت مدرب السعودية مدرب السعودية مدرب فرنسي قوي جدا من أفضل مدربين في أفريقيا أنا شايفه مدرب عبكري كنا ممكن نتعاقد معا من سنين لكن للأسف حصلت أزمات وحصلت مشاكل وما تعاقدناش معه دلوقتي بخمس أضعان في الفلوس أيوة وليد الكراكي مدرب وطني مغربي شاب 5 حاجة و40 سنة وصل بالمغرب لأكبر إنجاز عربي وأفريكي في تاريخ كاس العالم فحاجة طبعا متاريخية وحاجة كبيرة جدا أتمنى أنا أتمنى كعالي نشوف مدرب وطني بيوصل منتخب مصر كاس العالم وبياخد مغربي كاس وفريكي إذا كابتان حسن شاحتها ويقرر الإنجازات هيحصل بجد إن شاء الله تشكرك جدا وكل ساونت طيب إن شاء الله من مكاننا هنا بندعم منتخب مصر وندعم الأهلي إن شاء الله نحقق كل البطولات لأسف خلصة فقرتنا نطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات البرنامج ستنوني